الوسائق التي تنشرها الصحافة عن تهريب الأموال من سوريا قد لا تكون بحجم المردود الذي تحصلت عليه حاشية الأسد من خلال احتكارها لعشرات السنين عشرات الخطاعات الرئيسة في البلاد التقرير تالي يعطي لمحة عن حجم الشركات التي يمتلكها رامي مخلوف ابن خالي الأسد وكذلك الدول التي كانت مقصدا لتهريب أمواله الأرقام التي تم كشفها خلال الأشهر الماضية بالوثائق والإثباتات عن تهريب الأموال من سوريا بلغت 47 مليار دولار كان عراب عمليات تهريب الأموال تلك هو رامي مخلوف ابن خال رئيس النظام بشار الأسد لكن الأرقام المذكورة ربما تحصل عليها مخلوف من شركة واحدة فقط تدعى سرياتل وهي شركة من ضمن 31 شركة يمتلكها مخلوف في سوريا وجميعها لا يعرف أين تذهب عوائدها ويبدو أن خطة مخلوف تعدت محاولة إخفائه الأرقام التي يتحصل عليها وذلك بتمويه أين تذهب الأموال التي يجنيها من احتكاره لقطاعات اقتصادية رئيسة وبارزة في سوريا ومنها النفط والاتصالات فوجد مخلوف في توريط رؤوس الأموال السورية الكبيرة طريقا ناجعا للسيطرة عليهم عن طريق جمعهم فيما يسمى شركة شام القابضة وكان ذلك إما بالترهيب أو الترغيب عن طريق شقيقه حافظ مخلوف الذي يعتقد أنه أعفي من منصبه الأمني عام 2014 وسط شائعات بأنه هرب إلى بيلاروسيا وبيلاروسيا هي واحدة من البلدان التي يعتقد أنها مقصد رئيس لعائلتي مخلوف والأسد في تهريبهم الأموال السورية وهي البلد التي يعتقد أن مخلوف قد باشر فيها إنشاء استثماراته عن طريق تملكه فنادقا فيها ويعتقد البعض أن تشيك هي مقصد آخر لمخلوف ولتهريب أمواله من سوريا وكانت مواقع وصفحات اقتصاديين سوريين تحدثت أنه في العام 2013 بدأت تحركات رامي مخلوف بتهريب الأموال إلى تشيك وبعد فرض العقوبات الدولية على شركاته أنشأ رامي شركة جديدة تدعى الأجنحة القابضة ويملكها شخص يدعى محمد عباس والذي قام بإنشاء قناة تسمى قلب أوروبا وهي مؤيدة للنظام السوري وكانت تبث من أبراج وقام مخلوف بتنازل عن كافة حصصه في جميع الشركات لصالح هذه الشركة الوهمية والتي تدعى الأجنحة القابضة وذلك لكي يصبح بإمكانه إجراء جميع التعاملات التجارية وخاصة أمور التحويلات البنكية وذلك بعد أن تم نقل أغلب الحسابات المصرفية إلى بنك بيبلوس المملوك أساسا لمخلوف وذلك بعد أن قامت إدارة إحدى البنوك في دمشق بسحب إداعات جميع شركات مخلوف ونقلها إلى بنوك أخرى وعلى ما يبدو أن بنك بيبلوس سوريا الذي يملكه مخلوف مهد لنقل أموال كبيرة من سوريا بالتواطع مع بنوك أخرى وإذا كانت الأموال المهربة من باقي دول العالم للتهرب من الضرائب والاختباء وراء عمليات معقدة للوصول إلى ملاذات ضريبية آمنة فإن أموال مخلوف وحاشية الأسد هي من تستغل تلك العمليات لتهريب أموالها من سوريا تحسبا لفقدان نفوذها والتغاضي كبير لا يسمح للداخل السوري أن يكتشفها أو يعود عليه أو على البلاد بمردود استثماري موسيقى